أعربت قنصلية فرنسا العامة في مدينة القدس عن قلقها إزاء شن هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة وأوضحت القنصلية الفرنسية أن الهجوم المتوقع يهدد بإغلاق منفذ الخروج لكثير من الرعاية الفرنسيين من القطاع هذا وقد تم إجلاء 42 فلسطينيا فرنسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح الاثنين الماضي يبلغ بذلك عدد الأشخاص الذين تم إجلاءهم من قطاع غزة بناء على طلب من فرنسا أكثر من 200 شخص